بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الداخلية في برقية التهنئة أن راية الوطن ستبقى خفاقة تعلن بجلاء أن سيادة الدولة على كامل حدودها أمر لا يقبل التهاون ومن أجله تهون التضحيات لافتا لأن حقيقة جسدها تاريخ شعب عظيم قدم على مر العصور أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والفداء واليوم يبهر العالم بعزمه على مواجهة التحديات لدفع مسيرة العمل الوطنية بقيادتكم الحكيمة نحو التنمية والتقدم والرخاء كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة